السلام عليكم ورحمة الله معانا فرصة نتكلم عشر دقائق ربع ساعة مع دكتور باسم بطل مصر وافريقيا ازايك يا دكتور باسم؟ سهلا دكتور محمد سحيد ان انا معك. ااااااااااااאاااا وتكلمنا عن اللايف ريتنج بتاعك دلوقتي. ليه البدايةكارسية دي. اااااااا يعني في التقييم هو خلاص التقييم نزل بتاع اول سبتمبر الانفين ستمية ستة وتلاتين تقريبا. يمكن اقل التقييم ليا من اااا اكتر من عشر سنين. طبعا بعد بطولة تبزاوي اللي فاتت وبطولة يمكن أسفق بطولة في حياتي حتى الآن رقميا على الأقل كخسار التصنيف خسرت 31 نقطة طبعا انت عوض يا دكتور ان شاء الله رقم كبير جدا يا رب طبعا ان شاء الله يعني يعني ده وقت الواحد بيبه مش موفق في بطولة لأسباب كتير يمكن اخسرت مطش واحد بس في البطولة تسمع 30 بمت تحس ان انت شحيح لكن لا لأسف معظم النتائج كانت تعدلات لكن لأسف مع لعيبة أقل في التقييم فالتعدلات تخسر فيها تقييم كتير ودي ممكن صعوبة اللعبة في البطولات المفتوحة ان انت بتلعب لعيبة فين 300-1400 لكن دلوقتي طبعا بيبقوا صغرين في السن وكلهم يعني البرفورمانس بتاحهم بيبقى فوق الفين وخمسمية والفين ستمية وبيزيدوا في البطولة بالاربعين والخمسين نقطة فطبعا بيبقى الموضوع أصعب وفي رسك كبير على موضوع التقييم يعني الحمد لله على كل شيء لكن يعني اتمنى البطولة دي تكون بداية لعودة جديدة ان شاء الله بإذن الله في اللي جاي ان شاء الله مؤخرا رابد ولا بلدز ولا كلاسيك اعتقد لازال بالنسبة لي المفضل هو الكلاسيك يعني انا من المدرسة القديمة شوية بنسبة لي الشترانج هو كلاسيك اعتقد اي العيب شترانج بيستمتع جدا هو بيلعب بلدز كمتعة وان انت بتلعب من غير ضغط وكده كده بتلعب وبيبقى فيه طبعا أخطاء أكتر وفيه تضحيات أكتر ناحي الجمالية فيه بتبقى أكتر ده طبيعي المتعة والإصارة بتبقى في البلدز أكتر لكن الشترانج طبعا لازال هو كلاسيك طيب اي ناكست ستاب اللي انت شايف ان من خلالها ممكن ترفع تصنيفك تاني يعني هو طبعا انا اكيد عارف الى حد كبير ايه المشاكل اللي عندي والسبب في الاخر بوتولتين نستفيهم يمكن خمسين بونت وضرقهم كبير جدا هو مش سر يعني طبعا الموضوع منلي في الأوبنينج بالنسبة لي عندي مشاكل كتير في الافتتاح باللونين باللبيد وبالسود ان انا قريبا ما بلعبش غير حاجات قليلة فسهل ان انت تقدر تحضر ضدي وخصوصا لو انت باللسود واللي قدامك باللبيد عايز تعدل فبيقدر ان هو مبتلعبش غير اللايين واحد يقدر ان هو يحضر لك عليه ويلعب باشكال تعادلية حاولت ان انت تطلع منها بتاخد ريسك ان انت تخسر فطبعا الموضوع ده بيبقى صعب جدا يعني كمان باللبيد لما بتلعب حاجة واحدة اللي قدامك هيحضر لك عليها صحيح تاخد تفوق تلعب على مكسب يعني يمكن المين ايش واعتقد ده والمشكلة الرئيسية هي المرحلة اللي فتح باللونين دي اللي بحاول او هحاول ان شاء الله اشتغل عليها الفترة اللي جاية لكن الحقيقة كان مقصدي المحطة الجاية يعني بطولة جاية فيها تقييمات عالية عايز ان انت تقدر تعمل نتيجة ايجابية فتعوض النقاط اللي خسرت هل دي حاجة في الاجندة بتاعتك بطولة قادمة بص يعني كبطولات يمكن الفترة الجاية بداية الدوريات الاوروبية في السويد وفي المانيا يعني ممكن وفيها يبقى في بطولة برضو مفتوحة حلبة في سويد في نهاية السنة بإذن الله لكن مفيش بطولة يعني كلها راوند روبين مسلا فوق 2600 او حاجة زي كده في الخطة القريبة مفروض في شهر بفبراير كان ممكن بطولة جربة ان انا اكون متواجد فيها في تونس الدنيا مشي الطبيعي بإذن الله دي يمكن اول بطولة راوند روبين المفروض ان انا بقى في فبراير الفين خمسة وعشرين بإذن الله طيب برضو سؤال مش شطرنجي كده مؤخرا ليت اول ولا ايرلي بيرد يعني مش مؤخرا بس وعلى طول على طول ايه يعني اعتقد احنا في مصر والدول العربية معظمنا سهيرة يعني الحقيقة بتبتدي عندنا متأخر طبعا ظروف الجو منلي والخراجات بتاعتنا بتبدأ بالليل يعني عادة بصر بس مش يعني مش لدرجة ستة الصفح وسبعة صفح لا يعني مثلا اثنين ثلاثة يعني ماكسيمم يعني بتحاول تصحى بدري بابا عادة بصحى بدري يعني الاولاد بيصحوا بدري فالطبيقى لما بيصحوا بصحى يعني انا اكيد شفت اليومين دول اوكي الاول الفكرة الكازابلان كارشيس اللي اتعملت في المغرب الاول وانا موجود برضو فيها اعتقد فكرة حلوة واعتقد انها مريحة كمان للعيبة ان انت اللعب مش بيبزل اي مجهود في تحضير وبقى وهتقعد عارف تجيب المتشاط له قدامك وتقعد لكل لعب ان انت هتحضله عشان شوف هتلعب ايه وهو بيلعب ايه اه فاعتقد دي نقطة ايجابية جدا للعيبة ان هو انا روح هلعب كده كده خلاص هيجيلي مواقف انا مش هبزل فيه مجهود ان انا عشان اوصل له لأ انا هجيلي ايا كان مواقف العجيلي هلعبه فده نقطة مريحة للعيبة اه كمان مريحة من ناحية التحضير لكن طبعا انت كل المواقف اللي بيجيلك اه خصوصا لو انت مش من نوع اللي بيلعب حاجات كتير ده حالاتي مثلا بيلعب افتتاحات معينة فالتسعة وثمين في المية من المتشاط اللي بيجيلك انت ممكن تكون مش افتحاش حاجات عمرك في حياتك ما لعبتها اه فده طبعا بيبقى صعوبة درجة من الصعوبة على على اللعيبة ان هو بيشوف المواقف الاول مرة على البورد محتاج تعرف الافكار اه هتلعب فينين منين هتطور مكوفك ازاي هتحط قطعك فين اه بعض الاوقات في النقلة الاولى بس اللي هي بداية المواقف انت معنا ربع ساعة بتضطر ان انت تطورت خمس ست سبعة دقيق في اول نقلة عشان تشوف انت هتعمل ايه المواقف ممكن يبقى مؤقت جدا لدرجة ان انت اول نقلة قردي مش عارف تلعب ايه اه اعتقد دي حاجة طبعا جدا للعيبة لكن في نفس الوقت ممتعة وبتبين برضو الامكانيات كل لعب يعني ان انت تقدر تتصرف تقدر تلاقي في اي مواقف حتى لو مش مش عارف ومش عارف افكار ومش هتوش قبل كده بتتح امرك ما درسته ان ان انت ازاي تحاول تتجيب افضل نقلات في المواقف يعني فالفكرة شطرنجيا انا شخصيا حبيتها جدا من المغرب ويمكن كنتيجة بقى الفي بيانكي الحمدلله حبيتها اكتر الحمدلله كان كان كويس ونتيجة لحد كبير كويس الحمدلله حتى الان اه كتنظيم طبعا يعني بصراحة انتم عاملين شغل مش مجاملة اه لكن فعلا مهتمين بكل الديتيلز والتفاصيل كلها في مكان اللعب وراحة اللعيبة اه اعتقد دي نقطة مهمة جدا يعني فعلا من الفندق كمان الناس اللي شغلت في الفندق كلهم يعني يعني فعلا بيحاولوا يعملوا اي حاجة اللعيبة بحيث ان احنا نبقى بنيلعب في احسن جو متاح يمكن الملحوظة بس شوية في بعض المشاكل التقنية اللي حصلت في البس ودي طبعا من اهم الحاجات ان شاء الله في النسخة التانية لازم تبقى مترتبة من بدري ومتزبطة ويمكن مواحيد الجولات تبقى معلنة للناس يمكن برضو الدعاية على الفيسبوك قليلة شوية يعني دي من الحاجات اللي انا كنت اتمنى تتحسن ان الناس يبقى في بوستات اكتر عن البطولة على الفيسبوك بطولة طبعا حصري على القناة على اليوتيوب لكن ما يمنعش ان بوستات الفيسبوك برضو تعمل اكتر تعرف الناس اكتر بالبطولة وبالنتايج وبمواحيد الجولات والسكيليو المعروف من قبل البطولة الساعة كزا الجولة كزا الساعة كزا الجولة كزا اعتقد دي حاجات مهما حتى لو واحد مثلا انا عارف اها مش حال حق الجولة دي بس هخش على الجولة اللي بعديها هشوفها والجولة دي هبقى شوفها في الريكاب مسلا صحيح او وهكذا اه اعتقد دلوقتي الموضوع يعني السوشيال ميديا واليوتيوب بقى هو الامل بتاعة شطرنج ان هو ينتشر خصوصا في مصر والدول العربية ففكرة مهمة اوي وجميلة ان يبقى فيه تخطية للبطولات حاجة ما اعتقدش انها حصلت في مصر قبل كده فدي حاجة بتحصل لأول مرة طب يعني يبقى فيه بعض المشاكل يعني زي ما بقول حاجة بتتعمل مرة من جميع النواحي كنزام بطولة شطرنج كتخطية كلايف طبعا فيه مشاكل بتحصل احنا مش متوقعنها زي مشاكل النت والان ما تخش زوم او الكلام ده بيعمل زيادة عن نت والاسف انت في مصر يعني كارسة يا جماعة نتمنى يعني حل سريع خش بقى الفايف جي قريبا كده ان شاء الله دنيا تتحسن لكن طبعا اعتقد تجربة رائعة وممتازة واتمنى شخصيا يعني انها تتكرر بصورة مستمرة بازن الله طيب برضو بعيدا عن الشطرنج كوفي او تي مية انا عارف الاجابة ايه مش عايز تكلمنا اكتر عن النقطة دي مش معنى متجنب كل المنبهات اه يعني هي الفكرة انا ما بحبش اتعود على حاجة اه ناس كتير تقولك انا ما اعرفش ابتدي يومي ما اصحاش غير لما اشرب بقى كوباية قهوة وكوبايتين شاي واتنين نسكة فيه تبتدي تتكلم معايا اه ممكن واحد شاف ناس كتير بالاسلوب ده فمن وانا صغير بحاول ان انا اعود نفسي ان ما يبقاش ما بقاش دماغي مرتبطة بحاجة يعني لا اي نوع كافيين منبهات اي نوع من انواع تدخين الحمدلله يعني الواحد قدر الامكان بيحاول ان هو يحافظ على نفسه يمكن اننا في مصر شوية مفيش مثلا الرياضة ان انت هتسح كل يوم تروح الجيم والكلام ده بالاسف مش مش خلشر قوي في عندنا او عن نفسي على الاقل يعني فبحاول احوضها قدر الامكان ان انت تحافظ على الحاجات المضرة على الاقل تحاول تقلل منها او تتجنبها لو لو تقدر تزبط اكلك قدر الامكاني الكلام ده بحيس تعود لان طبعا الشترنج محتاج اليقى بدنية عالية جدا يعني موضوع بقى وامورها خصوصا كمان ما عامل السن كل ما بتكبر الموضوع اليقى بيبقى اهم اكبر واهم اكتر والفوارق بتبان يعني لو انت مش محافظ عليكتك هتيجي دايما تلاقي في ماتشاطك في الاخر ساعة الرابعة الساعة الخمسة لنفسك بتقع تبقى عامل دور جميل وبازل مجهود وكل حاجات تجي في الاخر خلاص مفيش لياقة طبعا الناحية البدنية مهمة مفروض ان يبقى فيه طبعا يعني انت لو بقى بتتكلم في ناس يعني وتدريب وكي لازم يبقى معك مدرب لياقة بدنية لوحدك واحد بالك حيز تفضل دايما انتشوف مجنوس كارلسن ايه اهم مميزاته والحاجات اللي بتفرق كارلسن يعني باقي اللحيبة كلها هي الناحية البدنية يعني كارلسن طبعا بدنيا مميز جدا يعني ما شاء الله يعني قوية صحة قوية فيش رياضة ما بيلعبهاش سبحة كورة سلة كل حاجة بيلعبها ومتميز فيها يعني فطبعا ده بيدي له تفاوق دايما في البورد بطولات اللي بتلعب فيها عشر وحداشر واثناشر جولة في اليوم سواء بلتز او خمس ست جولات رابد او كلام ده فليه اول جولة زي اخر جولة بالنسبة له صحيح اه دايما بيبقى في يعني فدي طبعا حاجة بتدي له عن عن لعبة كتير يعني فموضوع اللياقة ده برضو من الحاجات المهمة جدا يعني صحيح اه طب اخر سؤال عن بيانكي وسننتقل الى بطولة العالم القادمة سؤالين بسيط بسات بس من فضلك ايه اكتر يعني كان خصم عنيد في هذه البطولة ارهقك تعبت في هذه الجولة جدا يعني هو طبعا كنتيج حتى الان مع حامد وفا طبعا انا يعني تعديلت ماتشو خسرت ماتش معا اهام في اعتبر هو كسب الميني ماتش يعني اهام يمكن الجولة التانية اللي انا خسرتها يعني كنت بالسود اوكي يعني في موقف كررنا فيه وكان التعدل بالنسبة له كويس اه يمكن انا رفضت التعدل وخدت بيدا اه اخد تعويض كويس طبعا عملت بلندر في نقلة اعتقد روكي ايت لسه محللش الدور يعني مع الانجين لكن اللي بتنقلة موقف الابت روكي ايت اعتقد كان لاندر شانية يعني كان لازم ارعبه اف 5 نايت سي فور وده اللي انا كنت ارعبه بس اخدت وقت كتير ارعب دي الاول ولا دي الاول بعد انت طب ماجي بنروح الاول كانت تعرف ان اقل ممكن اكون خدت خمس دقايق مسلا في موقف بس روكي ايت دي ما فكرش في عشر ثوانية اهام بيحصل اخد بالك وتاخد قرار كده سريع سريع بالزبط فاعتقد بعديها الدور بعد دي فاي فاعتقد يعني الدور ما بقاش ينفع فيمكن هي نقلة اللي بتاع وحش بوزة الدور لكن هو طبعا استغل الخطأ ولعب بورا ممتازة وخلص يعني كان ممتاز باقي الماتشات كلها يعني ممكن مكانش فيه ماتش سهلي يعني اخد بالك تقدر تقول ان ماتش ده كان سهلي لا كل الماتشات انا بوصل احنا الاتنين بنوصل للثواني الاخيرة وبيبقى في يعني الدور رايح جاي لغاية الاخر ممكن اه اكون يعني ممكن الجانب الاكور ماتشات ان انا اللي اكون على الاقل بضغط اه وممكن الخصم يعمل الغلطة الاخيرة في ال time travel في الاخر اه لكن طبعا كان فيه ماتشات كتير ممكن تنتهي بالتعادل اه او يعني ما افتكرش انها كان فيه ماتشات كنت قريب فيها من الخصوارة قوي اها يعني او مش في دماغي حاليا لكن كان فيه كزا ماتش ممكن يخلص تعادل وقدرت الحمد لله ان انا في الاخر او في ضغط الوقت احفقت مباراة حركة مع احمد انديل اللي كان فيها من نهاية وزراء اه بزراء يعني بس يمكن دي في الميد الجيم اللي مفروب كنت بكسب خالص اها وهو دافع كويس واصلنا في الاخر بالزبط اندي جيم وزراء اعتقد الموقف كمان اتكرر فيه ثلاث مرات لكن هو ما طلبش ولكن في الاخر طبعا اقدرت ان انا ارقي البدء الزيادة اللي معي دكتور باسم هيكون مشارك ان شاء الله في المجر في اولمبياد الشاطالانج ولا لا يعني في الاول ما كنتش هشارك لكن يعني بعد حصل بعض الظروف الاخيرة كده ان بعض اللاعب المنتخب مش هيقدروا يتواجدوا ظروف التأشيرات وحاجات زي كده فان شاء الله يعني على الاقل مش هبقى متواجد طول البطولة لكن ان شاء الله يكون مشارك في مجموعة عزيم جدا دي فرصة ممتازة دي فرصة ممتازة دي فرصة ممتازة دي فرصة ممتازة جدا دي فرصة ممتازة جدا ان شاء الله لسه الموضوع عطوزة يعني بازن الله طيب لو احنا ما نعرفش هستري عن دينج في المرحلة الاخيرة ما انت تتوقع يفوز في طولة العالم جو كيش ولا الدينج بص هو يعني الكلام اعتقد اي حد تسأل في السؤال ده في الفترة الاخيرة هي نفس الاجابة يعني لو لو دينج في نفس الحالة اللي هو فيها من من يناير او من ساعة مخيص الماتش بتاعه مع نيبو صحيح فالنتيجة محسومة لجو كيش اه اه لو دينج رجع لدينج قبل الماتش بتاعه مع نيبو فطبعا دينج الفيفوريت دينج خبرة كبيرة ولقى بسولد جدا وتحضراته كبيرة وعنده امكانيات كبيرة لكن الناحية النفسية شطرنج العامل النفسي فيه مهم بطريقة يعني ما حدش يتخيلها غير اللي اللي عايش فيها واللي حس بيها يعني يمكن انا في بطولة ابو ظابي اللي فاتت كان احد الماتشاط الفاصيلة بالنسبة لي كان ماتش كلت باللسودو ولقبت دور ممتاز يعني من اول نقلة لغاية ما خلص بكسب عندك الشي ماتفل نقلتين تقريبا اه طبعا ما ديتش الماتفل نقلتين ولسه المواقف مكسب تبتدي تلعب نقلقة وحشة كده في التانية بتاع تلاقي الدور ازا نقت في الوقت حبا الدور بقى تعادل طبعا الدور ده خلى الكيرف بدل ما انت كان ممكن ترجع في البطولة كان لسه الجولة الخامسة يعني كان لسه خمس اسماتشاط في البطولة فخلى الكيرف بتبتدي نفسيا بتتأثر السقة شوية بتحتاز ما بيبقاش سهل ان انت ترجع خصوصا مع ان انت بتلعب ناس قوية ناس مفيش ماتش سهل فموضوع بيبقى اصعب فطبعا ناحية النفسية العامل النفسي بالنسبة لديه عامل كبير جدا يمكن كل البطولات اللي لقابها السنة دي حتى البطولة الاخيرة في امريكا اللي لعبه يعني كان يعمل ادوار ممتازة جدا ياخد تفوق كبير بعدين يقوم اول تعادل يشوفه يقوم واغده يعني حتى مباراته مع جوكيش كزا دور كزا دور كزا دور في اللقطة دي ام واخد التعادل نحل رخ في بيضا واخد التعادل في الاخر كزا دور مش جوكي ومع ويسلي كمان تقريبا وكزا موقف يواخد تعادل ياخد تفوق كبير جدا وفلاس واحد واثنين كمان يوصل ويقوم محود واخد واخد التعادل فده معناه انه هو عنده يعني فقط شوية للصفقة في نفسه مش عايز ياخد مش عايز يخسر قبل الماتش لان دي تقريبا اخر بطولة هيلعبها هيلعب العمبياد وبعدين الماتش. عاوز يخلص من الماتش اللي قدامه. بالضبط يعني انت عارفش شاي الهم الماتش. انا عايز اخلص البطولة بحداشر تعادل يبقى زي الف او التسعة تعادلات. بس مخسرش. فطبعا ده مش يعني مش اللي خليك بطل عالم يعني. صحيح. لكن ان انت. مش فايتر مش مقاتل. انت بطل انت بطل العالم. اه. وداخل ان انت عاوز تحافظ على لقبك. فلازم تثبت للناس اللي اعنا بطل العالم مش من فراغ يعني. صحيح. هل من اه تاريخ جوكيش? هل سيلمع لمعان كارلسن في لحظة من اللحظات? وهذا هو اخر سؤال? اه يعني لأ. لأ كارلسن طبعا في حتة تانية لوحده. يعني جوكيش اه مميز جدا. لسه صغير كمان. لسه طبعا صغير ومميز وكل حاجة بس اه واضح عنده نقطة ضعفة كبيرة. اه. اللي هي في الرافد وفي مش زي كلاسك. خلص. لا عبدالرحمن سامع. اه يعني. اه لكن طبعا جوكيش كنتايج حتى في الفترة الاخيرة. جوكيش في الفترة الاخيرة طبعا في فرق كبير جدا بالنتايجه في الكلاسك وفي الرافد والبليتز. كارلسن دي من المميزات اللي عنده ان هو اي تايم كنترول بليتز الرافد كلاسك اي حاجة يعني دايما من رقم واحد او. بس ممكن يتغلب عليه. لسه معه وقت يتغلب على المشكلة دي اعتقد. معه وقته هي الفكرة ان انت طبعا بتدي اهتمامك اكتر لايه? يعني هو طبعا اهتمامه حاليا بالكلاسك خصوصا ان هو داخل على موتش بطولت العالم. مش مطلوب منه حاليا ان هو يهتم بالرافد والبليتز. اه. مش من بتاعه. صحيح. مش من اولوياته. صحيح. فهو بيشتغل على الحاجة اللي قدامه المباشرة. وزي ما قلت لك في الاول الحوار خالص شترانج هو كلاسك. صحيح. طبيعي لما هتتطور في الكلاسك. الحاجات الثانية هتقدر ان انت تتطور فيها مع الوقت. لكن على الوضع الحالي المقارنة بكارلسن معه مع اي حد اعتقد هتبقى ظالمة لهذا لأي حد يعني اي ان كان. احنا بنشكر دكتور باسم على وجوده معنا وعلى الفرصة الجميلة اللي هو اتحلنا. بعمل لقاء معك. شكرا جزيلا دكتور باسم. حبيبي يا دكتور سعيد ان انا كنت معك وتمنى اللقاء يعجب جميع المتابعين. شكرا.